موسيقى مساء الخير على الجميع ويعطيكم العافية طبعاً في ناس فاهم شربوا الماي غلط برمضان نسق أو قسم كميات الماي على جسمك علشان بطنك ما يصير شأنك شارب ماي بحر موضوعنا اليوم موضوع مؤلم وبنفس الوقت مؤذي الموضوع يتكلم عن التوظيف والصعوبات التي تواجه حديثي التخرج أو أصحاب الشهادات في التوظيف أو بالوظيفة اللي بيقدم عليها أو اللي بيها أو حاطها ببالها طبعاً تتخرج من الجامعة أو المعهد أو أي مكان تعتقد أنه راح ينادونك على طول لأنك دارس تخصص حلو ومميز والجهات الحكومية والخاصة راح تناديك بسرعة أول شيء يخطر ببال بشكل عام أول شيء يخطر ببال الحديث أو الحديث التخرج أو الطالب اللي توام تخرج يفضل أنه يشتغل في الجهات النفطية أو الشركات النفطية أو المؤسسات النفطية لأنه فيها امتيازات ومعاشها طيب وتضمن لك مستقبل وحق مستقبل مستقبلك ومستقبل عيالك الله يوفق الجميع يوفق ويزيد موظفي النفط ويبارك لهم في معاشهم تنطر الإعلان طبعاً بشكل يومي أول ما ينزل الإعلان تقرأ الشروط هنا تبدأ فقرة الحزن عندك مع شوية مواويل داخلية يعني الشروط اللي موجودة بالإعلان مو موجودة برونالدو حتى لو رونالدو يقدم ما يأخذونه مطلوب شخص ذو خبرة 99 سنة في تشغيل جهاز الميكانيك بلندر ساند آي ماكس أندرسكور شنو هذا أحلامها أحلام العصر مستحيل يطلع لك اسم حقيقي بالحياة أو يقول لك أحتاج نحتاج شخص لدي خبرة في تدليق التماسيح مو تايلاندي أنا ترى لما أقول لك هذه الشروط مو إمية بالإمية مكتوبة لكن هي مشابهة له نفس التأثير المعنوي والمادي على الشخص يعني تطلب خبرة 34 سنة وتسعة وتسعين سنة وعشرين سنة هذا توا متخرج هذا متى أشتغل مسكين هذا أكثر مكان أشتغل فيه ممكن صيفي بمطعم وجبات سريعة هذي خبرته شين طلال لتشامبيزا من وين يبلك العشرين سنة يعني يعني عمر أربع سنين داش حقول مو ضبه خلنفترض أن هذه الصفات موجودة فيك وطلعت السوبر هيرو يعني فيك هلأشياء وتم قبولك أو إعطائك الفرصة أنك تمتحن امتحانهم اللي بالكمبيوتر ويبدى درجة زينة بالامتحان الحمد لله وبعدها قالوا لك حط أوراقك بمماري واطبعهم أو اكتبهم عن طريق البرنامج أكسل Z71-300 طبعا ما رح يقول لك أكسل لازم يزيد ويكسر فيك علشان يصعبها علشان يخليك تحوس وتروح حق صاحبك الشاطر بالبرمجة علشان تستفيد منه ماك شي سهل تسوي بالبيت على طول أه موج هذي مراحل الأخيرة دايما تكون صعبة يبلشون الشباب من الساعة 7 الصبح قت رويقال وحالق وخالص يوقفون عند المبنى وشنوا مفاتيح انتخابية سبعين واحد مغتر عشان شنوا المغابلة خذها مني أنا أقول لك ياها حسب خبرتي في هذه الحياة واللي مريت فيها في أسئلة معينة إذا سألك هذا الشخص اللي بيقابلك أو الفرقة اللي قاعدة قل طلغت ريش رينبا وروح شعر المطاعم تريق ورد بيتكم نام لأن خلاص راح تحس ان ما يبونك شنو نوع السلة يا عمر أنا أقول لك يقول لك ما هي نقاط ضعفك ما مصارع أنا شنو نقاط ضعفي ما أنا فاهمك شنو أقول لك هل نقاط ضعفي أني حساس مثلا بقول لك أو أغار من الجهة اليمين أو أنا بالقتال الواقف أحسن من الأرضي شنو أقول لك نقاط ضعفي في سؤال ثاني يقول لك إذا هيك واحد منهم يعني حط نفسك بجملة مفيدة أنا إنسان يعني مو فعل مضارع أوكي بأخذك على قدع أقول لك مثلا اسمك محمد محمد يحب أن يعمل مجتهدا يأتي كرافي خوش إجابة شنو متوقع يقول لك محمد لدي فزعات كثيرة مع الفقراء والمساكين شنو أقول لك صدج والله شنو أحط نفسي بجملة مفيدة أنا كلي جدامك أنت حطني بجملة مفيدة شرحني بعد عشر سنين وين تشوف نفسك معنا أنا مو ضامن نفسي إذا طلعت من المبنى وين بروح أو شنو القضاء والقدر اللي بيقولي أو مكتوب علي شنو عشر سنين شنو كورونا صار فينا زلزال حرب من قسمة القارة بزلزال قوي شون شوف نفسك بعشر سنين ما راح أشوف نفسه يحكب عشر سنين ما راح أشوف نفسه يحكب عشر سنين طبعا بعضهم لما يشوف المقدم يعني قاعد يضحكون مع بعض يعني كأنه مو موجود وليس ألا يعني في أحد الأسئلة في شركات النفط أحد اللي قاعدين سأل اللي مقدم علم الكويت ما هو اللون الذي خلف علم الكويت أنا أدري هو شنو يبي من إجابة بدقول له أزرق يعني السماء زرق العلم بالهواء خلفيته زرق يعطيك العافية سؤال استراتيجي بس ما راح أسفيد منه بل أشيء بس أنا بس أسئلك سؤال فرضا نغبار شنو أقول لك يعني اليوم غبار والعلم فوق شنو اللون يعطيك ياه اللون الغباري كل شمال أداعي هالأسئلة يعني شنو اللي يقهر ان الشخص راح امتحن ودش المقابلة وحطى وراقة بالمامري كارد وبالسيدي وكان عنده أمل متعلق بحبل الأمل بالأخير تسعمية مقدمين على التخصص يابونا اثنين شلمش خال القوي اللي انت مسوي اللي شاخلنا كذي مزين ناخد نصهم على الأقل يا أخي ياخد ميتين وليذ بحكثر الأثنين هذول مقبولين من قبل الأعلان وما بيظلمهم خينقول من أول يوم من الأعلان خالصين ومداومين مزين احترموا ريحة النشا اللي بالغتر كلش ما في احترام يسوي امتحان حقيقي يقيم ذكاء هذا الطالب وقابلة مقابلة جميلة بحيث أنك تعرف هذا الإنسان لجدامك شنو شخصة أو يعني مثلا تقيم ذكاء ببساطة يعني راح تعرف هذا الإنسان شنو من حيث من خلال محادثة معه راح تعرفوا هو شنو وشن يبي وشن اللي يقدر يعطيك راح تعرف تتعرف عليه خل الامتحان وهو اللي يقيم هذا الشخص امتحان مدروس في أسئلة جميلة تقيم الإنسان هذا تقيم ذكاء مهاراته خلاص ما فيها واسطة ولا دخول أي شخص فيها فيه امتحانات شيء ذي يتميز الإنسان الذكي والغير ذكي فعلي بقول لك يا واحد ناس درسوا تخصصات وآخر شيء لما تخرج ما راح بالمكان اللي هو يبي مثلا واحد متخرج هندسة كهربائية يداوم مدير فرع أو مدير رف ما في علاقة أو واحد متخرج علوم بيولوجية قطو منقذ بالأكوابارك متقليلا بوظيفة المنقذ لكن العلاقة جدا بعيدة ما في أي ترابط على الأقل احترموا الضفادع اللي شرحها طول هالسنين والفيران اللي طلع تشبودها وحطها بالميكروسكوب ما في احترام للتشبود احترم التشبود فما بي أكسر أعمالك بس خنكون واقعيين الواسطة في التوظيف جدا مهمة في هذا الوقت عشان تحصل لك وظيفة تضمن فيها مستقبلك عما إذا رايح شدي معتمد على أسلوبك ونسفتك هارد لك يعني صراحة يعني أنا أنصحك أنك تدرس شغلة مرغوبة في هذا الزمن أي شيء إلكتروني أي شيء أي شيء أي شيء بالكمبيوتر الحين هو المرغوب أما خمسة سنين تدرس في كلية العلوم وتخصصات علمية وبايولوجي وعلم النبات وعلم البحار وآخر شيء حطونك مرشد في حديقة الحيوان إذا طلبت وديهم هذا الأسد وهذا النمر وهذا الفيل الفيل ضعك خلقي هم شافك دمعت عينا هذه نصيحتي لكم والله يوفق الجميع يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة